طيب حبيبي يقول كنت أتفادى الفائدة وأنا باستخدم البطاقات لإئتمانية أحاول أسدد في المواقيت والآجان المضروبة بصورة كاملة من فترة انخفض دخلي بصورة مفاجئة لم أصل لمستوى الفواتيه الكلية تراكمت علي الفوائد حاولت التوفير الظروف لم تكن موادية تحملت غرامات مرورية بصورة كبيرة ومفاجئة أفسدت حساباتي يقول والمصائب لا تأتي فرادا تأتي بالجملة وبالإضافة لهذا تورطه في عقد مع الجهات التي تتزود خدمة الهاتف لما استطعت تخلص منه إلا بدفع مبالغ كبيرة حاليا أعيش في كابوس الفوائد الربوية لا بد لي من دفع مبلغ يصل إلى أحد عشر ألف دولار إن أردت التخلص منه هل أعلن البنكروبسي الإفلاس إذا أدى إلى تفاديها هل يجوز لذلك وماذا أفعل هل أطلب عونا من المساجد ساعدون من أموال الزكاة لكي أتخلص من هذه المغارن الجواب ما كان لك غفر الله لك أن تدخل نفسك في هذه المظائق إن الله جل جاله يقول لينفق ذو ساعة من ساعة البنوك لمن ساعة هو من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته حامل الكريدت كارد كأنما يحمل البنك على كتفه ويذأ به إلى السوق والمسألة مفتوحة ولا يشعر بأثقالها ومغارمها إلا في النهاية والموفق السعيد من وعز بغيره لمن وعز بنفسه لا يرخص في استخدام البطاقات الأيتمانية إلا في حدود القدر على الوفاء ولمن كان ضابطا لأموره وهذا عايق في نفسه غير منظم غير مرتب ما يضبطش أموره لا يدخل في هذا المصال لأنه سيقع في هذا الشراط لمح على وبالمناسبة البنوك تكون أسعد ما تكون عندما تعجز عن الوفاء في المواقيت لأنها بتراهن على الذين يتخلفون عن الوفاء في المواقيت المضروبة بدأت أدريب ما يحسب عليهم لن تكون سعيدة بأنك تؤدي لهم في مواقيتها التي فرضتها لك أما وقد وقع المحظور فاستعن بالله عز وجل أصدق في الاستكانة له وتضر عليه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضره إذا كان إعلان الإفلاس سبيلا إلى تفادي دفع الفوائد الربوية فلا حرج لكنه لا يسقط أصل الدين وإذا تيصلك بدون مهانة ولا إذلال التماس الوفاء بدينك من سهم الغارمين من أموال الزكاة فلا حرج شريطة التوبة الصادقة النصوة فإن الزكاة يعان بها التائبون ولا يعان بها المصرون على فسوقهم عن أمر الله عز وجل